بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتاء السلام عليكم يا شخص صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وأثابكم الله جعل ذلك في موزين حسناتكم ونذكر الإخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر جوال البرنامج 05-01-78-55-36 على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بارك الله فيكم وأثابكم الله بما بعث به أحد الإخوة يقول يسأل عن قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يسأل عن هذه الآية بارك الله فيكم وما هو موقف الإسلام من الأديان الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إخبار من الله سبحانه وتعالى عن الدين الذي يتقبله ويحبه وهو الإسلام والإسلام تفسيره أنه الاستسلام لله بالتوهيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام وهو دين جميع العنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دينهم الإسلام وإن اختلفت شرائعهم بحسب حاجة الناس إلا أن العقيدة واحدة عقيدة التوحيد هي عقيدة الأنبياء جميعا والإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كل زمان بحسبه كله هو الإسلام نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله أيضا تكملت للآية في قوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا فإن حاجوك أي الكفار أيها النبي أي خاطم محمد صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك يعني جادلوك فإن حاجوك فقل نعم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا أي أسلمت وجهي لله أي إن قدت لله جل وعلا والوجه هو القصد أي أخلصت نيتي وقصدي لله عز وجل ومن اتبعا ومن اتبعا كذلك يخلص عقيدته ودينه لله عز وجل لأن دين الأنبياء واحد هو التوحيد والإخلاص لله عز وجل وإن اختلفت شرائعهم بحسب حاجة البشر إلا أن عقيدتهم واحدة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا مختلفة نعم نعم بارك الله وفيكم بفضلة شيخ صالح ذكرتم قبل التعريف بالإسلام وهذا يسأل يقول ما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام هو الإنقياد في الظاهر لله عز وجل يدخل فيه المسلمون المخلصون ويدخل فيه المستسلمون المنافقون ويدخل فيه من ادعى الإسلام فالإسلام كلمة عامة ولكن الإسلام الذي يقبله الله جل وعلا نعم ويثيب عليه وهو ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإخلاص لله عز وجل في العبادة وترك عبادتي ما سواه وأن تكون العبادة بما شرعه الله وأنزله على أنبيائه لا تكون بالأهوى والبدع والمحدثات والمستحسنات نعم أحسن الله إليكم أبو ثامر من الخرد يقول ما هي الكبائر من الذنوب وما هو الفرق بين الكبائر السبع السبع المبقات والكبائر الكبائر قال العلماء كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر وأما ما نهي عنه نهي مطلقا فهذا من الصغائر والكبائر تنقسم إلى قسمين أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل والزناء قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه أكبر الكبائر أكبر الكبائر فالله جل وعلا غلظ في حق من ارتكبها العقوبة نعم أحسن الله إليكم ما المقصود باللمم اللمم صغار الذنوب صغار الذنوب الصغائر الذنوب الصغائر أقل من الكبائر أثابكم الله هذا سائل آخر يسأل يقول فضيلة الشيخ صالح ما هي الأصول الثلاثة في العقيدة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي الأصول الثلاثة نعم أحسن الله إليكم انتقل إلى سائل آخر هذا يسأل يسأل عن تفسير قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير نعم يحمد سبحانه وتعالى نفسه ويثني عليها وهو أهل للحمد سبحانه وتعالى الذي خلق الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سبق كما تقول العرب هذه بئر فطرتها بيده يعني بدعها بيده فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الملائكة خلقهم الله من نور وهم في ملكوت السماوات ينفذون أوامر الله جل وعلا في خلقه ويتنزلون إلى الأرض بأوامر الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ولي أجنحة نعم الملائكة يطيرون يطيرون بين السماوات والأرض بأجنحتهم وخلقتهم تختلف عن خلقة العادميين ولذلك لا يراهم الناس لأنهم لا يطيقون النظر إليهم ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل بصورة دحية الكلبي وعنده أصحابه لأنهم لا يطيقون النظر إلى الملك على خلقته التي خلقه الله عليها وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده وإحسانه إليهم وتختلف صورة الملائكة جبريل عليه السلام له ستمائة جناح كل جناح منها سد الأفق أولي أجنحة أثنى وثلاثة ورباعة يزيد في الخلق ما يشاء وفي قراءة يزيد في الحلق ما يشاء يعني حسن الصوت نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا السائل يقول عندما يقال له تب إلى الله سبحانه وتعالى يقول هذه قضاء وقدر وقدر الله علي هذه الأشياء ما صحة هذا القول هذا قول باطل فلا يحتج بالقدر على المعاصي وإنما يحتج بها على المصائب التي تنزل بالإنسان من الأمراض ونحوها يحتج بالقدر على المصائب وأما المعاصي فلا يحتج بالقدر عليها وهذه حجة إبليس لعنه الله ومن تبعه وإنما المسلم يتوب إلى الله ولا يحاكم الله ويخاصمه ويقول أنت الذي قدرت هذا علي ولكن الله أعطاه تمكنا من الفعل يفعل باختياره ويتصرف باختياره ولم يكن مجبرا على فعل المعاصي بل له اختيار وله مشيئة وله قدرة يترك ويفعل بإرادته لذلك هاسبه الله الله لا يعذب على القدر وإنما يعذب على فعل العباد من الكفر والمعاصي والسيئات نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح هذا يقول بارك الله فيكم ما هي قوادح العقيدة كثيرا أعظمها الشرك أعظم قادح في العقيدة هو الشرك الأكبر والأصغر ثم البدع والمهدثات كلها من قوادح العقيدة نعم أحسن الله إليكم هذا بعث بهذا السؤال يسأل عن قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون خطاب من الله جل وعلا للناس عموما المؤمنون والكفار يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم الذي أنعم على العباد ورزقهم وأمدهم بالصحة والعافية والأموال والبنين هو الله جل وعلا فهذه نعم من الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اذكروها يعني بالشكر اذكروها بالشكر والاعتراف بها لأن لأن النعمة شكر النعمة من ثلاثة أركان الاعتراف بها ظاهرا النطق بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرف وصرف وصرفها فيها وموليها وهو الله سبحانه هذه أركان الشكر نعم أحسن الله إليكم سؤاله الأخير يقول هل الغيبة والنميمة وكذلك الرياف العمل هل هي من قوادح العقيدة؟ الغيبة والنميمة هذه ظلم بين الناس فالنمام والمغتاب ظالم لمن اغتابه أو نمى فيه فهذه ظلم ظلم من العبد للناس والعياذ بالله نعم وهي تكون من قوادح العقيدة بمعنى أن كل الأعمال السيئة والمحرمة كلها تقدح في العقيدة نعم أحسن الله إليكم السائل الآخر يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة يسأل عن شرح هذا الحديث نعم البردين المراد بهم الفجر من صلى البردين الفجر والعصر نعم الفجر والعصر هذا البردين من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العصر فهو في ذمة الله حتى يصبح نعم أحسن الله إليكم سؤاله الآخر يقول ما الفائدة المرجوة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس نعم إذا كانوا إذا كانوا رجلين إذا كانوا رجلين فلا يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان منهما دون الثالث لأن هذا يحدث عند الثالث سوء ظن بهما ويظن أنهما يتناجيان فيه ويتكلماني فيه بما يجرحه أو ينقصه فإذا كنتم مع الناس فلا بس لكن ثلاثة ما يتناجى اثنان دون الثالث لأجل نفي سوء الظن فيما بينهم نعم سلا الله عليكم أبو سالم من الدمام يقول ما هي ثمرات الحياء وفضل ذلك في حياة المسلم الحياء من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان هو من الإيمان ومن رزق الحياء رزق الخير كله إذا استحى من الله واستحى من الناس الحياء يكفه عما يدنسه ويشينه وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نعم فالحياء يكف الإنسان ويعقله عن تلبس بما لا يليق وما لا يصلح له ولي إخوانه نعم نعم بارك الله فيكم سعيد محمد من أبهى يقول هل يجوز جمع الصلوات في البرد الشديد؟ لا ما يجوز إلا بين المغرب والعشاء قال بعض العلماء أنه يجوز للبرد الشديد وللمطر والمطر متأكد إذا كان بين العشاءين مطر أو وحل في الطريق فيرخص لهم في الجمع رفقا بهم ليخرجوا مرة واحدة بدل أن يخرجوا مرتين ويتأذوا بالوحل والمطر وأما شدة الريح هذه محل خلاف بين العلماء نعم أحسن الله إليكم أيضا عبر جوال البرنامج هذا يسأل يقول ما هو الفرض العيني من علم الدين نعم ما هو الفرض العيني من علم الدين الفرض العيني هو المختص بكل أحد جميل مثل فرض الصلوات والصيام والحج هذا فرض عيني بكل أحد مختص بكل أحد نعم يقول سؤاله الآخر وهو الأخير له يقول ما معنى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم معكم بإحاطته بكم والمعية على قسمين معية عامة لجميع الخلق فهو مع الخلق بعلمه وإحاطته ومعية خاصة بالمؤمنين كما في قوله كما في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا هذه معية خاصة بالمؤمنين لا تحزن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن لأبي بكر الصديق وهما في الغار إن الله معنا معهم بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده والمعية الثانية معية خاصة معناها النصرة والتأييد قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى هذه معية خاصة نعم أحسن الله لكم هذا سائل آخر يقول ما معنى العبادة وهل يأتي الدعاء بمعنى العبادة العبادة هي ما تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة هذه هي العبادة بما شرعه تقرب إلى الله جل وعلا بما شرعه من الطاعات هذه هي العبادة وهي التي خلق الله الخلق من أجلها كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب نعم نعم بارك الله فيكم هذا لخ عبد الرحمن يسأل ويقول ما معنى قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد ليس له بداية ولا نهاية لم يلد أي ليس له ولد سبحانه وتعالى لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد والله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى ولم يولد ليس له بداية سبحانه وتعالى نعم يقول سؤال الآخر ما الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة دليل انتفاع الميت من الحي بالدعاء والصدقة والحاج والعمرة فيها أدلة على ذلك كما في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن والده مات ولم يحج قال حج عن أبيك هو اعتمر فهذا مما يصل من الأعمال إلى الأموات إذا تقبله الله الحج والعمرة والصدقة والدعاء هذا هذا ينفع الأموات إذا تقبله الله سبحانه وتعالى وكان على الوجه المشروع نعم أحسن الله عليكم يسأل عن الحكم عن حكم الحلف بالنذر وخاصة أيضا الحلف بالطلاق كثرة الحلف بالطلاق هذا منهي عنه إن الإنسان أبغض الحلال إلى الله الطلاق الإنسان يحفظ نفسه يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق لألا يقع عليه الطلاق فيعيش مع امرأة تحرم عليه بالطلاق فيحفظ الإنسان لسانه عن الطلاق لألا يقع في المحذور نعم أحسن الله إليكم أبو سلمان من الدمام يقول في قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أثر الاستغفار في ذلك نعم ما نعاني للعذاب الأول أن الرسول فيهم إذا كان فيهم الرسول فلو كان فيهم الرسول فلا يعذبهم الله حتى يخرج الرسول من بينهم وما دام فيهم فلا ينزل عليهم عذاب والثاني الاستغفار وهذا باقي وجود الرسول هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام بقي الثاني وهو الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آخر يقول الأمانة حمل ثقيل على المسلم كيف يطبقها في العبادات بأدائها يطبقها في العبادات بأدائها على الوجه الذي شرعه الله مخلصا النية لله عز وجل هل يجوز لي الفصل بين الطواف والسعي مثلا أطوف بعد المغرب وأرجع الفندق وأسعى الساعة الثانية عشر ليلان لا بأس بذلك الموالات السنة بين الطواف والسعي وإذا فصلت بينهما للراحة أو مثلا لأداء حاجة تحتاجها فلا مانع من ذلك نعم أيضا يسأل ويقول كنت في المدينة المنورة وصليت بعض الفرائض في الفندق المقابل لساحة المسجد النبوي فهل أجل الصلاة كأجل الصلاة في المسجد؟ لا لا تصلي بالفندق يا أخي تنزل تنزل وتصير مع الصفوف ولو في الشارع إذا اتصلت الصفوف تكون معها ولا تصلي في الفندق نعم أحيانا Gilbert أحيانا الشيخ يمتلي المسجد ويفرش في الشارع يقول لهذا هل أصلي تحية المسجد؟ نعم يقول أنه عندما يمتلي المسجد ويفرش في الشارع للصلاة هل أصلي تحية المسجد؟ يعني خارج المسجد لا لا ما هو بداخل المسجد أحسن الله إليكم أبو ثامر يقول لدي مبلغ محتفظ به لزواج ابني فهل عليه زكاة؟ نعم كل ما يحول عليه الحول وهو يبلغ النصاب ففيه الزكاة يقول بارك الله فيكم أيضا سؤاله الآخر يقول حكم تعجيل الزكاة لحاجة ابني للزواج لا بأس بتعجيل الزكاة لعامين على الأكثر وما دون ذلك لا بأس بتعجيلها للحاجة وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عم العباس رضي الله عنه لسنتين نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هل الموظفين في الجمعيات الخيرية عموما هل هم من أهل الزكاة؟ الموظف الذي يكفيه راتبه لا يتحل له الزكاة أما إذا كان راتبه لا يكفيه فيعطى من الزكاة قدر ما يكفيه نعم يسأل بارك الله فيكم عن معنى عيوجة في قوله تعالى في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عيوجة ولم يجعل للكتاب عيوجة بل هو كتاب قيم مستقيم من عند الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم في قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذا نسيها المسلم المبتلى وقالها بعد ذلك بأيام هل تبلغ النية في الأجر؟ لا عند الصدمة نعم عند الصدمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يسأل بارك الله فيكم عن توجيه للشباب للمحافظة على صلاة الفجر حيث أن هناك التكاس الحاصل من بعض الشباب نعم يجب على الشباب وعلى غيرهم الكبار والصغار المحافظة على صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة هذا واجب والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فتجب المحافظة على الصلوات في الجماعة على الكبار وعلى البالغين وأما على المميزين فهي سنة في حقهم نعم يسأل بارك الله فيكم هل ورد فضل في الدعاء ظهر يوم الأربعة لا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعة فاستجيب له ولكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم يقول ما هو توجيهكم لبعض خطباء الجوامع يوم الجمعة الذين يطلون الخطبة ويقصرون الصلاة قد خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات ومباركات فلا يطيل في الخطبة نعم أحسن الله إليكم أبو هشام من الأردن يقول هل العمرة فرض على كل مسلم نعم العمرة مثل الحج مرة واحدة في العمرة الحج مرة واحدة فالعمرة مرة واحدة وما زاد فهو تطول نعم أثابكم الله يقول أن والده كثير الوسف في الصلوات وخاصة عندما يقرأ القرآن الكريم يعيد ويكرر ما هو توجيهكم له ولغيره نعم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام بعد الاستفتاح وتكبيرة الإحرام ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بحضور قلب ويذهب عنه الشيطان بإذن الله نعم أبو عبد الرحمن يقول بارك الله فيكم ما المقصود بقوله تعالى ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لا ميم هذا من الحروف المقطعة ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الحروف المقطعة التي تبتدأ بها السور أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالمؤمن يبتلى ليظهر صبره وثباته على دينه وأما من لا يصبر فأنه يزل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير فإن صابه خير اطمأن به وإن صابته مصيبة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نعم أحسن الله لكم المال المقرب لشخص ما قد يكون معسر وقد يكون لغير معسر هل فيه زكاة؟ المعسر لا تجب عليه زكاة حتى يقبضه وأما الموسر الباذل الموسر الباذل فهذا تجب الزكاة عليه كل ما حال عليه الحول ولو لم يقبضه لأنه في حكم المقبوض نعم أحسن الله لكم هذا السيد محمد سوداني مقيم في المملكة يقول ما الفرق بين الألوهية والربوية؟ الفرق بينهما الفرق بين الرب والإله فالرب هو المالك المتصرف في الخلق الخالق الماء الخالق المالك المتصرف في الخلق وأما الإله فهو المعبود هو المعبود من الألوهية وهي العبادة نعم أحسن الله إليكم هذا سائل آخر يقول الذهاب إلى المقابر والدعاء عندها وإخبارهم بما يحصل من أحداث للأسرة ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز وإنما يزار الأموات للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار والاتعاض ولا يزورهم ليخبرهم هم لا يسمعون لا يسمعون لأنهم أموات وما أنت بمسمع من في القبور نعم أحسن الله إليكم يقول من فاته الصلاة على الميت وهو مشافر وأتى إلى البلد بعد أسبوع تقريبا هل له أن يذهب إلى القبر أو المقبر؟ نعم له أن يصلي عليه إلى شهر إلى مدة شهر أما بعد الشهر إذا لم يقدم إلا بعد مضي الشهر فلا يصلي عليه لأنه قد تحلل في الغالب نعم نعم بارك الله فيكم نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من أحد الأخوة يقول يسأل عن قوله تعالى أنه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم بصير وهو السميع البصير نعم نعم يخبر جل وعلا أنه ليس كمثله شيء لا أحد يشبه الله عز وجل وهو السميع البصير وصف نفسه بالسمع هو البصر والمخلوق له سمع بصر ولكن فرق بين صفات الخالق نعم وصفات المخلوق نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا أيها الإخوة والأخوات كان ذلكم هو معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة وقد أجاب عن أسئلتكم فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله وهذه تحية من الزملاء عبد الرحمن المدرع وسلطان العتيبي نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته